اشتركوا في القناة ومن الليلة تخريض الذكرى الرابع والاربعين لعلان جرات المغفور له الملك الحسن الثاني عن تنظيم المسيرة الخضراء المضفرة ومن نيويورك اشاد ودعم دوليين لمبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي وتوافقي لقضية السحرة ومن الدخل نرصد لربورتاج عن اطلاق منصة تمكين للدعم والتعليم عن برد حياكم والله مجددا في بداية النشر وببلاغي لوزارة العدل جاء فيها اصدر صاحب الجلال الملك محمد السادس ايده الله العفو وهو الكريم على الانسى هاجر الريسوني التي صدر في حقها حكم بالحبز والتي ما تزال موضوع متابعة قضائية ويندرج هذا العفو الملكي السامي في اطار الرأفة والرحمة المشهود بها لجلالة البلك وحرص جلالته على الحفاظ على مستقبل الخطيبين الذين كانا يعتزمان تكوين وسرة طبقا للشرع والقانون رغم الخطأ الذي قد يكون ارتكبه والذي هدى الى المتابعة القضائية وفي هذا السياق فقد ابا جلالته الا ان يشمل بعفوه الكريم ايضا كل من خطيبه هاجر الريسوني والتقم الطب المتابع في هذه القضية ابقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملدى لهذه اللمة ودام له النصر والتمكين وقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الامير الجليل مولاي الحسن وسائر افراد الوسطة البلكية الشريفة انه سميع مجيب والسلام يخلد الشعب المغربي اليوم الاربعة بكل فخر واعتزاز اذكر الرابع والاربعين لاعلان جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني عن تنظيم المسيرة الخضراء المظفرة التي مكنت الشعب المغربي من استرجاع قالمه الجنوبية ويشكل هذا الحدث الوطني محطة بارزة في تاريخ المملكة المغربية ملحمة وطنية مكنت من تحرير جزء من اراضيها المستعمرة واستكمال وحدة المغرب الترابية وعدها حد لنحو ثلاثة اربع قرن من الاستعمار والاحتلال لهذه الاقل في المتابعة غالي القارح تحل اليوم الذكر الرابع والاربعين لاعلان جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه تنظيم المسيرة الخضراء المظفرة محطة بارزة في تاريخ المغرب جسدت ملحمة ستظل مفخرة للمغرب في سجل نضار العرش العلوي المجيد والشعب المغربي الابي حدث وطني تاريخي سياسي لوجستيكي وتنظيمي اذ شكل عدد المتطوعين عدد المواليد الجدد المسجلين في المغرب وبمجموعة عشرة بالمئة من النساء المشاركات اي خمسة وثلاثين الف امرأة وتم تعين ازيد من اربعين الف مشاركة ضمنهم مؤطرين واداريين تنقلهم عشر قطارات يوميا على مدى اثني عشر يوما من الشمال الى مراكش ومنها الى قدير على متن ازيد من سبعة الاف وثمانمائة شاحنة وحافلة كما تم تأمين عشرين الف طن من المواد الغذائية واكثر من الفين وخمسمائة طن من المحروقات موعد مع التاريخ ذلك الذي لبى فيه المغاربة قاطبة نداء الواجب والوطن بعد ان بثت محكمة العدل الدولية بلاهاي في ملف المغرب وجاء رأيها الاستشاري معترفا للمغرب بالحق في صحرائه مؤكدا على وجود روابط قانونية وروابط بيعة متجدرة كانت دائما قائمة بين العرش العلوي المجيد وابناء الصحراء المغربية اذا كتوجه ثلاثمائة وخمسين الف مغربي ومغربية في مسيرة سلمية مظفرة سلاحهم قوة الايمان باسلوب حضاري مطمح نضالهم استرجاع حق المغرب المسلوب وانهاء الوجود الاستعماري بالاقالم الجنوبية وقع كبير لهذه المسيرة الخضراء المظفرة على هذه الربوع المسترجعة من المملكة حيث اضحت ورشا مفتوحا بفضل التعليمات الملكية السامية وبوشرت فيها مشاريع تنموية اقتصادية اجتماعية ثقافية ورياضية يضوصد لها غلاف مالي قارب الثمانين مليار درهم وخلق مئة وعشرين الف فرصة عمل لجعل الصحراء المغربية بوابة كبرى نحو افريقيا تعزز العمق الافريقي للمملكة امام الجمعية العامة للامم المتحدة بنيويورك شهدت كل من غنية بيساو وغنية الجديدة وبروندي كوديفار وبركنافاسو بالاصلاحات المؤسساتية الاقتصادية الهمة التي انجزها المغرب في اقالمه الجنوبية اصلاحات اكدت انها تنسجم مع انبادرة الحكم الذاتي التي كانت ثمرة مشاورات وطنية ومحلية واسعة وهو ما يمثل حلا واقعيا عمليا دائما وتوافقيا لقضية الصحراء في موضوعنا اخر ترأس وليجات الساقية الحمراء اجتماع اللجنة الجهوية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بحضور عمال الاقاليم المشكلة للجهة وعدد من المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية الى جانب فاعلين في المجتمع المدني الاجتماع عرف التداولة في مجموعة من المحاور والنقاط يقربنا منها اكثر روبرتاج محمد لمين للقارح وعض الله المحمود محاور ونقاط مختلفة هم بالاساس الاشخاص في وضعية هشة تضمنها برنامج هذا الاجتماع حيث تداول الحضور بشكل مصطفيد حول التقرير النهائي المتعلق بتحيين الخريطة الجهوية للهشاشة كما تم تقديم المقترح المتعلق بتخصيص اعتمادات الشطر الثاني من برنامج مواكبة الاشخاص في وضعية هشاشة لتنفيذ التزامة اللجنة الجهوية للتنمية البشرية برسم سنتي 2017 و2018 الاجتماع شهد ايضا تقديم عروض ومداخلات ناقشت مشروع تهيئة فضائل للنساء في وضعية هشة بمدينة العيون هذا الى جانب الاتفاقية الاطار للشراكة بين اللجنة الجهوية للتنمية البشرية والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الاولي الاجتماع لي كان هو اجتماع اللجنة الجهوية للتنمية البشرية بجهة العنساقية الحمراء كان مخصص هو اول اجتماع في مدى انطلاق المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية التنمية البشرية لجدول الاعمال كان مدرج للمناقشة ومصادقة كان يتعلق بثلاثة دراسة ثلاثة اتفاقيات كانت هناك التزامات سابقة لللجنة الجهوية خلال السنوات قبل انطلاق المرحلة الثالثة وبالتالي كانت اللجنة الجهوية اليوم ايضا مطالبة للمصادقة على تخصيص هذا الشطر الثاني من هذه الاعتمادات لتصفية التزامات اللجنة الجهوية السابقة عن السنوات الفارطة وهذا ما تم فعل الاجتماع تواصل من خلال عدة عروض ومداخلات تصلت الضوء على قطاع الصحة بالجهة كمشروع توسيعة الطاقة الاستيعابية لمصلحة الطب النفسي لمستشفى مولايا الحسن بالمهدي بالاضافة الى مشروع تجهيز وحدة للمستعجلات بمرقز تصفية الدن بالعيون وهي مشاريع من شأنها تعزيز العرض الصحي المقدم بالجهة اليوم كنا صدت واحد الشيماع على مستوى الولاية التي تخص مجموعة المشاريع في اطار محاربة الهشاشة اطار مغضرة وطنية تنمية البشرية فيما يخص قطاع الصحة كان هناك مشروعين اللي تم المصادقة عليهم المشروع الاول هو توسيعات مصلحة الطب النفسي اللي طاقة الاستيعابية ديالها الحالية هي 21 سرير وما كافياش الجهة لان الجهة كتعرف واحد توسع سكاني كبير وبالتالي غادي تنتاقل طاقة الاستيعابية من 21 سرير الى 28 سرير وبالتالي غادي نكون حلين جميع المشاكل المتعلقة بهذه الأشخاص اللي يعنيهم أمراض عقلية المدخلة ديالتي كانت بخصوص تجهيز واحدة لتدخل المستعجلات بالنسبة لمرض القصور الكلاوي في مركز تصفية الدنب العيون أجهيزة من نوع ديناماء من نوع إضاءة لآلة تخطيط القلب وآلة تعقيم المصلحة من الجراتيم عرف إطار تطور المقابلة ديال المرضى القصور الكلاوي لقصور الكلاوي حد أو مزمين لتوقع لهم تدهورات خلال الحصة الاجتماع أكد من خلاله الحاضرون على ضرورة تضافر الجهود من أجل تنفيذ المشاريع المصادقة عليها والتي تهدف بالأساس إلى تحسين عيش الأشخاص في وضعية هشة ودعم الساكنة في وضعية صعبة نبقى في شانية تلموي وفي موضوع الواحات وسبل الاستدامة أفات الأعشاش والحرائق التأمت المناظرة الجهوية المنظمة على هامش فعاليات الدورة الحالية لموسم التمور بالجماعة الترابية تغجيست بإقليم قليمي تظاهرة تنظمها جماعة تغجيست وجمعية موسم التمور تغجيست عشقال المناظرة تنظم بشاركة مع المديرية الجهوية للمكتب الوطني لاستشارة الفلاحية وفي متابعة هذا الحدث حافظ محضار غالي قارحي وعبد الرحيم حاج ثروة واحية تمتد على مساحة شاسعة من النفوذ الترابي لجماعة تغجيست بإقليم قليميم رصيد طبيعي يعد محركا لعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة ومصدر أساسي لعيش الساكنة المحلية رهان الحفاظ على هذا الثراء الطبيعي والاقتصادي يعد الشغل الشاغل لكل الفاعلين والمهتمين المعنيين فاعلون انتظموا خلال هذه المناظرة الجهوية بمعاية عديد المتداخلين والمسؤولين القطاعيين لإبراز أهمية صون هذه الثروة وآليات حماية هذا الرصيد الواحي لقاء تحسيسي حول المستجدات في السلسلة التمور حول مجموعة التقنيات في جميع مراحل السلسلة التمور هدرت على الطرق الإنتاج هدرت على الطرق التطوير والجودة المنتوج أيضا على مجموعة التحديات ومجموعة الأمراض التي تعني منها الواحة بصفة عامة وبصفة خاصة في الواحة الترجيش طرقنا لواحة المجموعة للأمور التي تخصت السلسلة الإنتاج التمور ففيها أمور تقنية التحديات والمجهودات التي يقوم بها مخطط المغرب الأخضر في إطار الرفع من تنافسية هذا القطاع والرفع من المساهمة في تحسين دخل الفلاحين المحلين سواء بترجيش أو بجبيع المناطق لإنتاج هذا التمور أشغال هذه المناظرة صبت حول رصد أهم الأخطار والتحديات التي تواجه الامتداد الواحي بدءا من الأمراض التي تستهدف النخيل وآفة الحرائق التي تستنزف هذا الرصيد الطبيعي دعوات لإلاء المزيد من الاهتمام لهذه الثروة الاقتصادية عبر تكثيف تدخلات كل الفاعلين المحليين والمتدخلين في هذا الحقل للتصدي لهذه الأخطار المحتقة مجموعة المعلومات القيمة وليستدنا عن أستاذ جزالو غيران من حيث طريقة الغارس وطريقة محاربة الأمراض التي تعلمها وحد تغجيش فعندما تحد عنوها تغجيش فهي صراحة نذكر أن أكبر وحب الجهات قلميم وادنون لكنها تتعرض لمجموعة من المشاكل كشيخخة النخيل وكذلك مجموعة من الأمراض كمرض البيوت استافدنا كيفاش نحميه هذا النخل من العافية وكيفاش نحميه من هذا مويض وكيفاش ننقيه من ذاك الشي دياله باش اللغة تسبب له في الحريق عرض قيم حاولي من خلاله المؤطير استحضار مختلف المشاكل التي ترتبط بالنخلة ومختلف المشاكل التي ترتبط بقطاع التمر في طبيعة الحال نتمنى أن تكون الاستفادة في الميدان نتمنى أن نكون امتداد هذه الندوة التظاهرات المنظمة من طرف اللجنة من المعارض الجهوية للتمور ويعني أن تنعكس على أرض الواقع رصيد واحي وثروة طبيعية مهمة يشكل رهان حمايتها والحفاظ عليها أحد التحديات الأساسية لصون أحد أهم مرتكزات ودعامات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذا الوسط الذي يعول على هذه المقدرات كأساس لإنماء هذا المجال وتحقيق تطلعات الساكنة القاروية تربوين وبالمدرسة الابتدائية الخوارزمي أشرف عامل إقليمي بوجدور بمعية شخصيات مدنية وعسكري على إعطاء الانطلاق الرسمية افتتاح برنامج الموسم القرائيلي برنامج محاربة الأمية 2019-2020 برنامج حفل افتتاح تخللته جملة من الأنشطة نتعرف عليها في ربورتاج لبريغين العروسي ومحمد شار المدرسة الابتدائية الخوارزمي هنا أعطيت انطلاقة الموسم القرائي لبرنامج محاربة الأمية 2019-2020 بشكل رسمي وبالمناسبة قدمت للوفد الرسمي مجموعة من المعطيات الإحصائية حول خارطة الأمية بالإقليم مع إلقاء شروح حول مخرجات البرامج الخاصة بالموسم القرائي الماضي إلى جانب تقديم عرض للمعطيات التربوية الإدارية والمالية المتعلقة ببرامج تعليم الكبار خلال الموسم الحالي مع جديد هذه السنة فيما يتعلق بالتعاقد مع هيئات المجتمع المدني برسم الموسم الحالي والأهداف الرقمية الإقليمية لبرامج محاربة الأمية ومبعد محو الأمية المحددة من طرف الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية برسم الموسم القرائي 2019-2020 اليوم تعطت الانطلاق هذه البرامج للمحاربة الأمية وما بعد محاربة الأمية من طرف السلطات الإقليمية هذه البرامج سيستفيد منها حوالي ثلاث جمعيات تقريبا في البرنامجين معا واحد تقريبا ما يناهز ألف مستفيدة على صعيد إقليم بوجود ستستفيد من الموسم القرائي 2019-2020 واحد مية وخمسين مستفيدة في البرنامج جديد ما بعد محاربة الأمية في مختلف المراكز اللي كيعرفها الإقليم كان قرافات الجمعية الحمد لله تعلمنا شحال من حاجة وتعلمنا بزاف واللينا بعد نعاون ولداتنا ونساعدهم في التامارين وذلك الشيء وتعلمنا حتى الصناعة واللينا نعرفوا أي حاجة ولنا الحمد لله صالحنا التمعيح ويجنوا ولنا نعرفوا كيفاش نصاوبهم ولنا نعرفوا نقرأ ونتعلموا حتى أولادنا وعدنا الحمد لله كان عارفوا شوية كانستفتوا شوية كنا نقلسوا غي قلسوا فهموا البيبان في الضار ملايقى الوالو والحمد لله مهكا والوالو قاعوا اليوم رجاء يسلموا لنا زائزة ديوننا ومن المقدر أن يصل عدد المستفيدات خلال الموسم القرائي الجديد حوالي 1097 مستفيدة من البرامج المسطرة منها 960 بالمستوى الأول المتعلق بمحاربة الأمية و137 بالمستوى الثاني المتعلق ببرنامج ما بعد محو الأمية اليوم الافتتاحي للبرامج شهد تنظيم حفل التميز استهدف المستفيدات المتفوقات في الامتحان الإشهادي بمستويها الأول والثاني وتوزيع العدة التربوية على المستهدفات من البرنامج المذكور كما تم تكريم المتميزات من المكونات العاملات في الفصول الدراسية برسم الموسم القرائي المنصر نبقى في الشانية تعليمي وبثنوية للا خديجة التقنية بمدينة الداخل تم إعطاء الانطلاقة الرسمية لمنصتها الدعم عن بعد المقدمة من طرف مؤسسة تمكين تمكين للتفوق والابتكار وهي مؤسسة وطنية تهتم بمجال التربية والتكوين وأيضا تساهم في الارتقاء بجودة التعلمات من خلال مجموعة من البرامج والتفاصيل أوفا في روبرتاج بكات ريمي ومحمد يدعس تعد هذه المنصة الدعم التربوي المؤسساتي الرقمي لفائدة التلاميذ والتلميذات ونافذة من أجل تطوير التعليم للتلاميذ عن بعد وبشكل ذاتي حيث يمكنه متابعة الدروس والملخصات والتمارين عن طريق حزم دروس متكاملة تضم أشرطة وفيديوهات وملفات وملخصات للتمارين والتصحيحات وحتى يتمكن المتمدرسون من المتابعة كل حسب مستواه وظروفه هذا وتجدر والإشارة إلى أن هذه المنصة تضم دروسها دعم في مختلف المواد والمستويات باللغتين العربية والفرنسية برنامج الدعم التربوي عن بعد حيث يتم تقديم مجموعة من الدروس في مختلف المواد ومختلف المستويات لفائدة التلميذات وتلاميذ في جميع ربوع المملكة وجهة الدخل هو الدهب في إطار الشراكة التي تربيطها بين المؤسسة وبين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أيضا تستفيد من خدمات هذه المؤسسة واليوم تم إعطاء الانطلاقة لهذه المبادرة التربوية الهامة بتانوية للا خديجة التقنية دعم عن بعد وهو برنامج من بين المرامج التي تشرف عليها مؤسسة التمكين بشراكة مع الأكاديميات بما فيهم أكاديمية جهة واد الذهب الداخلة واستفادت تلاميذ من هذه الحصة بحيث أنهم تمكنوا من معرفة مجموعة من برامج التي تشرف عليها هذه المؤسسة واستفادوا على أن كين بإذن الله سيكون دعم مجموعة من جميع المواد العلمية وهذا سيكون إن شاء الله عنده نتائج إيجابية على مستوى النتائج في السنة المقبلة بإذن الله ويأتي هذا البرنامج تفعيلاً لتوجيهة الرؤية الاستراتيجية للإصلاح التربوي 2015-2030 الرامية إلى الارتقاء بجودة التعليم وفي إطار مشروع الدعم التربوي الرقمي المؤسساتي وكذا برنامج جاني تتضمن هذه المنصة الإلكترونية دروساً في شكل فيديوهات وملخصات بالإضافة إلى تمارين في شكل ملفات وأخرى تفاعلية من أجل دعم التعليم عن بعد في مختلف المواد والمستويات الدراسية بالنسبة للمبادرة التمكين هي درس من طرف الوزارة بشاركة مع الأكاديمية التي تساعد تلامد من أجل استعداد وتحضير الطرس وكذلك استعداد سواء الامتحان الجهوي سواء الامتحان الوطني وكننا نظر أنها ستساعدنا بالسافة خصوصاً نحن مقبلين دفع الامتحان الوطني في شهر السافة شكراً جزيلاً للمشرفين وقاعد الناس اللي صهروا لنجاح هذه المبادرة تمكين الدعم التربوي عن بعد التلاميذ يهدف إلى ردم الهوى الرقمية في مجال التربية والتعليم وإسناد وإدماج التكنولوجيا لإعلام والاتصال بمصاري إعداد برنامج سنوي ورؤية خاصة لتنزيله كما يأتي أيضاً ضمن الإنخراط الجدي والفعال في أوراش النهوض بالمدرسة العمومية من خلال الدعم التربوي عن بعد إلى أقليمم حيث أطلقت جمعية رمال للتنمية الوسرية مشروع رمي إلى تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العام مشروع يجي تنزيله عبر تنشيط حزمة من الورشات الرامية إلى دعم مكتسبات المرأة في تدبير شان العام عبر مختلف أقاليم الجهة نموذج من هذه الورشات في متابعة لحافظ محضار غالي قرحي ومحمد فاضل عبيد ورشة تدريبية تقص شريط برنامج تكويني تطلقه جمعية لمال للتنمية الأسرية بهدف دعم مكتسبات النساء في مجال تدبير الشان العام حلقة تثير موضوع المرأة وآليات التسويق الإعلامي والإقناع وكسب التأييد وهي تسعى إلى تقوية قدرات النساء سواء المنتخبات أو المتطلعات إلى ولوج عالم السياسة وتدبير الشان العام ورشة تنزل مشروعا من أجل مشاركة قوية وفعالة للمرأة في الحياة العامة هذا المشروع يروم تقوية قدرات النساء المنتخبات أو مشروع منتخبات أو منتخبات محتملات في عدد المهارات والمكتسبات بخصوص تدبير الشان العام فيه جانب نظري وجانب عملي يتمحور حول مجموعة من الدورات التكوينية والورشات التدريبية بخصوص عدد من القضايا والمواضيع التي تهم النساء وأيضا دور المرأة في إيداد وصياغة البرامج التنميم هناك أيضا هذا المشروع سيحط الرحال في مختلف أقالي من الجهة خبراء في المجال يُعهد إليهم تأطير هذه السلسلة من الورشات التدريبية التي ستنكب على مناقشة العديد من القضايا والتنولات التي تهم قضايا المرأة والتنمية وسبيل الإشراك الحقيقي للنساء في الحياة العامة ورشة التصويق الإعلامية كذلك تتمكن المرأة من جموعة من الآليات من أجل تتمكنها باش تكون فائلة في مجتمع أكثر هذه الورشات حاولنا أن نشتغل مع مجموعة من النساء الفائلات المدنيات وكذلك المستشارات والمنتخابات حاولنا أن نعطوهم مجموعة من الآليات ووسائل التصويق التي يمكن يشتغلون بها ويمكن يحاولون يوعيون المجتمع بطريقة العمل لهم وكذلك من النتائج التي يخدمون بهم نقشنا أحد الموضوع وهو عدة برامج أولا في هذه التكنولوجيا في عالم التواصل الاجتماعي التي تتوصل الكلمة دينا نوصلها للعالم المستهدف الكلمة دينا بغاية أن نوصلها هذه الكلمة يعني أن نختار الكونسبت أو الموضوع ونختار الفئة العمرية حتى نوصلها للكلمة دينا سلسلة دورات تكوينية إذن ستشمل كافة أرجاء الجهة أملا في استهداف شريحة مهمة من النساء وذلك عبر تناولات تقوي مكتسباتهن في عديد المواضيع من قبيل أدوار المرأة في صياغة البرامج التنموية واختصاصات المجالس الترابية وكذا تسير الجماعات والمجالس المنتخبة رياضيا بلغ المشاركون في اللحاقية الدولية كيفر كاب الخاص بالعربات الرباعية الدفع المرحلة الثالثة من هذا الرأي التي ربطت العيون بإقليم أسا لحق يعرف تنافس 38 عربة بمشاركة قياسية لمتسابقين من جنسية إسبانيا تتاح لهم فرصة اكتشاف الموهلات الطبيعية والسياحية لصحاري وسواحل الأقالمي الجنوبي المرحلة الأخيرة لهذا اللحاقة ستربط إقليم أسا الزاق ومحميد الغزلة الآن إلى سباق العناوين البارزة ضمن جديد الصحف الوطنية الصدر يوم غد الأربعاء رفقة غالي الكرح نسل القراءة لجديد الصحف الصادرة يوم غدن الخميس من يومية الاتحاد الشراكي وكتبت أعربت مجموعة من الدول الإفريقية يوم أنسن الثلاثاء خلال اجتماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك عن دعمها لجهود المغرب للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومتوافق بشأنه للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية وذكرت الاتحاد الشراكي بأن هذه الدول نوهت بالنموذج الذي أطلقه المغرب في الصحراء المغربية مشيرة إلى أن الحل السياسي المقبول من شأنه أن يسهم في الحد من مخاطر زعزعة الاستقرار الذي تسببه الأنشطة الإرهابية وتعزيز السلم والأمن في منطقة ساحل وعبرت دول الخليج في مداخلتها عن دعمها للمغرب فقد جددت السعودية التأكيد على موقفها المبدئي المتمثل في دعم وتأييد المبادرة التي تقدم بها المغرب والرامية إلى منح حكم ذاتي لمنطقة الصحراء المغربية معربة عن رفضها لأي مساس بالمصالح العليا للمغرب الشقيقة أو التعدي على سيادته ووحدته الترابية فيما اعتبرت الإمارات العربية المتحدة أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب تشكل حلاً توافقياً هاماً يتماشى مع مثق الأمم المتحدة وقرارات المنظمة ويحفظ الوحدة الترابية للمملكة المغربية وفي نفس الاتجاه سارة الكويت التي أعربت عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي لما تشكله من خيار بناء يهدف إلى التوصل لحل مقبول من لدن جميع الأطراف وشددت على ضرورة احترام وحدة سيادة المغرب مشيرة إلى الموقف الخليجي الموحد تجاه قضية الصحراء صحيفة جودة الإلكترونية نشرت تفاصيل تسجيل صوتي للقيادي بجبهة البوليساري والبشير مصطفى السيد بإحدى مجموعات تطبيق الواتساب يعترف فيها بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في حق الصحراويين وقد جاءت تكوين لجنة بهذا الصدد واعترف القيادي البشير مصطفى السيد بارتكاب فضاعات إنسانية في حق الصحراويين في ثمانينيات القرن الماضي بسجن الرشيد سيئ الذكر وقال القيادية أن اللجنة عهد لها بتقديم الاعتذار لكل المتضررين وطلب العفو ووأد الماضي مشيرا أن الأموات يعتبرون شهداء سواء ظالمين أو مظلومين وأن الأحياء سيعتبرون جرح حربي جهاد وهي التبريرات التي تفعل معها بحنق شديد عدد من الضحايا رافضين تصريحات القيادي غير المعقولة واللامنطقية التي يراد بها خلط الأمور والركوب على موجة السياسة لشرعنة التعذيب وقتل الصحراويين وعقب أحد المتدخلين حسب التسجيلات الصوتية التي تتوفر عليها قود برفض العفو مشيرا أن تصريحات البشير مصطفى السيد تأتي كحملة انتخابية سابقة للمؤتمر الخامس عشر الذي سنظم في دجمبر المقبل مذكرا القيادي في البوليساريو بمرحلة تعذيبه في تلك الفترة وبعض تفاصيلها متهما إياه بالحقد على الصحراويين يومية الأحداث المغربية كتبت في عددها الصادر يوم أغدنا الخميسة عاد المجلس الاقتصادي والاجتماعية التابع للأمم المتحدة أمس ثلاثاء انتخاب السفير عمر هلال الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بالتزكية نائبا لرئيس المجلس ورئيسا لقسم الشؤون الإنسانية بالمجلس وذلك برسم دورة سنة 2020 ويعد الانتخاب لولاية ثانية متتالية سابقة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي تعبيرا عن رصيد الثقة والمصداقية الذي تتمتع به المملكة لاسيما داخل المجموعة الافريقية التي اقترحته لهذا المنصب كما يشكل هذا التجديد لعام آخر على رأس القسم الإنساني للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تتويجا وعرفانا بالإنجازات التي حققها المغرب خلال دورة 2019 والتي كانت محطة إشادة من قبل الجميع وفي كلمة بالمناسبة عرب عمر هلال عن امتنانه للثقة المتجددة للمجموعة الافريقية تجاه المغرب وتعهد بمواصلة تنزيل العديد من الأفكار والإصلاحات الهيكلية التي تم إطلاقها بهدف تعزيز دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي وقسمه الإنساني وترسيخ تأثيره الميداني وعقلنة أعماله من أجل استجابة لاحتياجات الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم صحيفة لتخوصونس وصونت الإلكترونية كتبت في خطوة هي الأولى من نوعها على الصعيد الوطني وبهدف حماية حقول الصبار بجهة جليميم وادنون من الحشرة القرمزية أطلق المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أمس الثلاثاء بجماعات الشاطئ البيضة وحدات متنقلة لتعقيم صناديق وآليات نقل هذه الفاكهة وهذه الوحدات التي تم إطلاقها خلال يوم تحسيسي نظمت الغرفة الفلاحية لجهة جليميم وادنون حول الحد من مخاطر الحشرة القرمزية ومكافحتها هي عبارة عن سبع شاحنات مزودة بآلات رش لمعالجة شاحنات النقل وكذا الصناديق البلاستيكية المخصصة لنقل فاكهة الصبار والتي اقتناها المكتب في إطار صفقة للحد من مخاطر هذه الأفة والقضاء عليها بالجهة وأكدت المدير الجهوي لمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية صفية تزاني ولضمان فعاليات عمل هذه الوحدات المتنقلة أنه تم خلق نقاط سراتيجية لمرور هذه الوحدات التي تتميز بالسرعة في التعقيم عكس العمليات السابقة التي تتم إما عبر الأحواض أو بالرش التقليدي وهذا ما يضمن وفق السيدة تزاني ربح ريهان الوقت العامل الحاسم في محاربة هذه الآفة يومية الصباح كتبت في عديدها الصادر يوم غدنا الخميس يبدو أن الشعب الجزائري مصر على التغيير ومحاربة الفساد ويأتي هذا منذ أن شيدت الجزائر في 22 فبراير الماضي حراكا احتجاجيا دفع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في أبريل بعد 20 عاما من الحكم ومنذ ذلك الحين ولا تزال الجزائر تشهد تظاهرات أسبوعية كل ثلاثاء وجمعة يطالب المحتجون فيها برحل النظام ورفض حكم العسكر وأوضحة الصباح في باقي تفاصيل الخبر بأن هذه الاحتجاجات ما زالت مستمرة في الشوارع رغم مرور أزيد من سبعة أشهر على انطلاق شرارتها ورغم التنحيب تفليقة وإدانة شقيقه وبعض رجال النظام القديم بالسجن النافذ وتقديم الجيش لعود بإجراء انتخابات شفافة ونزيها ومن صحيفة برلمان كون الإلكترونية نختم جولتنا الصحفية وكتبت يخلد المغارب اليوم الأربعاء 16 أكتوبر الجاري الذكر الرابع والأربعين لإعلان الملك الراحل الحسن الثاني عن تنظيم المسيرة الخضراء المظفرة التي مكنت الشعب المغربي من استرجاع أقاليمه الجنوبية وتحرير جزء من أراضيه المستعمرة حيث تحقق السكمال وحدة المغرب الترابية ووضع حد لنحو ثلاثة أربع قرن من الاستعمار والاحتلال المرير لهذه الأقاليم وقد هيئ الإعلان عن إطلاق المسيرة الخضراء في سادس نوامبر من سنة 1975 لوضع حد لعقود من الاحتلال الإسباني لهذه الأقاليم ما جعل المغرب يتمكن من استكمال وحدته الترابية على مستوى الأقاليم الجنوبية ووضع هذه الأخيرة على سكة التنمية والبناء والتحديث ويرى المهتمون والباحثون في الشؤون الصحراوية أن قرار الإعلان عن المسيرة الخضراء كان مدروسا بعناية حيث استند المغرب في اتخاذ هذا القرار السياسي الاستراتيجي إلى الإجماع الوطني حول الصحراء وإلى رأي محكمة العدل الدولية بلاهاي التي اعترفت للمملكة بحقها في الصحراء وأكد وجود روابط قانونية وروابط بيعة متجذرة بين العرش وأبناء الأقاليم الجنوبية وكان الراحل الحسن الثاني حريصا على تجنيب المغرب والمنطقة حربا مدمرة فكان أن اتخذ قراره الحكيم القاضي بتنظيم مسيرة سلمية والدعوة إلى نبذ العنف واللجوء في المقابل إلى الحوار لتسوية النزاعات وتحرير جزء لا يتجزأ من التراب الوطنية تقل إلى عفو الله تعالى المرحوم محمد والمحمد سالم والعليم هداه عن سن تناهز 81 عاما الفقيدة ينتمي لقبيلة القيبات LCD علان رحم الله الفقيدة واسكنه فسح جنانه والهم ذوي الصبر وسلوان وإن لله وإن إليه راجع ألهان إلى الأحوال التقس أحوال التقس غدا بمشيئة الله سيكون التقس مستقرا مع سماء غائمة إلى قليلة السحوط درجات الحرارة المتوقعة غدا إن شاء الله 22 منتظرة بالرباط بباقي المناطف سيكون درجات الحرارة متباينة وستتراوح ما بين 22 منتظرة بالرباط 32 منتظرة بسيدي يفني 24 بقليميم كذلك بالطنطان وبالعيون 22 بوقراع 24 بالصمارة 23 ببوجدور 21 بالطرفاية 30 بأسة 31 بالزاك 24 متوقعة بطنطان من باقي المناطق 31 بقلس الزامور 28 بالمدرية 24 بالداخلة 35 بأسرد 29 منتظرة بالقويرة حالة البحر وعلو البوج على الساحل الأطلسي الجنوبي سيكون البحر قليل الهيجان إلى هذه السراوح ما بين متر إلى مترين وليس سلوك وشمس غدا إن شاء الله على ساعة السابعة 56 دقيقة والغروب على الساعة السابعة وثمانية عشر دقيقة حالة التقص ببعض العواصم والمدني المجاورة 43 منتظرة بنواكشوط العاصمة الموريتانية 40 بوذيبو 29 منتظرة بتندوف 34 بزويلان الآن إلى تذكير بأبرز العناوي في نشاطنا ليلة تخليد الذكاء الرابع الأربعين لإعلان إجراءات المغفور له الملك الحسن الثاني عن تنظيم المسيرة الخضراء المغفرة ومن نيويورك إشادة ودعم الوليين لجمبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي وتوافقي لقضية الصحراء ومن الدخل رصدنا للربرتاج عن إطلاق منصة تمكن للدعم والتعليم عن بو نهاية النشرة الإخبارية السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة